نختم الجولة من صحيفة الصيحة ومنها نقرأ حمتي يجدد الدعوة لميثاق حماية الديمقراطية دعا نائب رئيس المجلس السيادي قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقالو حمتي دعا القوى السياسية كافة للتوقيع على ميثاق شرف سياسي لحماية الديمقراطية وأبشر بقرب التوصل إلى سلام في جوا وقطع بأن قوة الدعم السريع ساندة وداعمة للقوات المسلحة وهما وجهان لعملة واحدة وتعمل وفق رؤية استراتيجية معينة وأكد أن من أوجب واجباتها حماية العملية الديمقراطية وصولا للانتخابات التي ينتخب فيها الشعب قيادته مثل شرف سياسي لحماية الديمقراطية أستاذ يوسف هذا الطرح أتى من قوات الدعم السريع أحتاج توضيحا وقراءة تفصيلية لأن الأمر ربما يكون جديد على ساحة السياسية والعسكرية أيضا في السودان فعلا نقطة مهمة ومهمة للقاية والمفارقة أن تأتي مثل هذه الدعوة من رجل هو محسوب على المكون العسكري وهو طبيعة الحال الأنظمة العسكرية وهي كانت من معاول تعطيل وهدم الديمقراطيات الشحيحة في تاريخ سودان كانت دائما ما تنتهي بانقلابات عسكرية ومالدان نفتكر أنه يعني ده أفق جدير بالتحية والاهتمام أنه يتحدث عن مسألة ميساق كان الأولى والأجدى بقوة سياسية أن تنحى هذا المنحة طبعا هي ليست المرة الأولى في تاريخ السودان أنه يتم الدعوة فيه والمسألة تعود للعام 85 يعني بينما أوفي عقاب انتفاضة أبريل والبلاد كان متوجهة للتحول الديمقراطي في الحقبة الثالثة بتاعته شهدت المسألة دي رفض الجبهة الإسلامية كان حين التوقيع على ميساق حماية الديمقراطية ولم ينتبه الناس إلى أنه دي كانت أول البوادر المؤامر على الديمقراطية قبل حتى حققها في 89 بالإنقلاب المشؤوم أنا أفتكر أن الآن الزمن يعود والآن يجب على كل القوى السياسية قبل الدخول في التحول الديمقراطي إبرام هذا الميثاق الشرف والقوى التي بلا شك ستتوارى أو ستبتعد عنه يجب أن لا يكون لها وجود مسلمة فوت الفرصة على محاسبة الجبهة الإسلامية على ذلك السلوك الغريب عن الديمقراطية وهي شاركت في البرلمان وفي الحكومة حتى يعني هذه الدعوة التي لم تأتي من الأحزاب السياسية وأتت من الدعم السريح هل ستتوافق الأحزاب السياسية حول هذا المشروع وهذه الدعوة وستوافق عليها؟ بكل تأكيد ومن لم يكن في هذا التوافق سيعزل نفسه ويصنف في خانة منهم ضد الديمقراطياتنا ما هي أكبر العقبات التي ستتواجه التوصل لهذا الميثاق أو هذا التوافق بشكل عام؟ أنا لا أعتقد إذا كان الآن الحديث عن هذا الميثاق الشرف لإحماية الديمقراطية يأتي من رجل عسكري فمن باب أولى أن تكون كل القوى السياسية والأحزاب وما إلى ذلك كلها تكون داعم وصباقة في مسألة التحول الديمقراطية هل أحرج هذا الميثاق وهذا الميثاق المقترح بعض القوى السياسية؟ بكل تأكيد يحرج ويحرجهم كثير في هذا الأمر نعم نعم